بعد يوم على لقائه الرئيس عبد الرب منصر هادي في الرياض وصل المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة زيارة جريفث تأتي بعد نحو أسبوع من جريمة استهداف مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية أودت بحياة 27 شهيدا وجرح عشرات آخرين مراقبون يرون أن هذه الزيارة تختلف عما سبقها أو هكذا يجب نظرا للمتغيرات السياسية الجديدة لا سيما وقد أصبح المجلس الانتقالي جزءا من الشرعية ما يعني أن خارطة التمثيل الحكومي لوفود المحادثات ستتغير في ظل المعطيات والشواهد التي تشير لوقوف ميليشيا الحوثي وراء الاستهداف الإرهابي لمطار عدن باعتباره من الأعيان المدنية فإنه وفقا لمراقبين سيتعين على المبعوث الأممي إعادة النظر في مسألة التعاطي مع الحوثيين كجماعة سلام على بعد أقل من مئتي كيلو متر من حيث يتواجد غريفث يشن الحوثيون حربا ضروسا على قرية الحيمة شرق مدينة تعز ولا يزال المدنيون يتساقطون بين شهيد وجريح الحال نفسه ينسحب على المدنيين في كل من مناطق حيس والتحيطة ومنظر جنوب الحديدة كل يوم تقريبا يستهدف الحوثيون المدنيين بمختلف القذائف الصاروخية والمدفعية على مرأة وعلم متب غريفث وفريقه الذي يفترض به مراقبة الوضع العسكري في الحديدة تحدث كل هذه الانتهاكات فيما لا يزال المبعوث الأممي يصر على تضليل الرأي العام الدولي بالحديث عن تقدم يذكر في عملية السلام باليمن واقع الحال يفيد أن ثم تنفصاما بين توجه المبعوث الأممي في اليمن الذي يمكن تلخيص دوره في مجرد الإعراب عن القلق وتأمين مرتبات فريقه المتضخم مقابل تزايد أعداد ضحايا الاعتداءات الحوثية ترجمة نانسي قنقر